موسيقى موسيقى هذه المبررات هادكة وظاهرة للانطلاق الاقتصادية موسيقى 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 قال رخصة أنك تعطيها لك روح الشهر جاي نعطيك رخصة يعني فهم روحك، ادفع كل شيء ماشي بالرشوة تصرفات هذه تشوف بابور يهز 1500 جزائري هما مغبونين في ميناء أجنابي وما خادر يجي البابور في 82 شخص هذه أمور كلها التي تخلق يعني جو مكهرب داخل المجتمع أهلا بكم مشاهدين الكرام في عدد جديد من برنامج متابعات على قناة الاقتصادية الأولى نخصصه وإياكم للحديث عن أهم العرقيل التي تواجه الاقتصاد الوطني اليوم الحديث أيضا عن العرقيل البيروقراطية التي تعرق الحياة المواطن الجزائري في شتى معاملته الإدارية أيضا نتحدث عن واقع الرقمنة في الجزائر وأيضا دورها لإزاحة البيروقراطية عن كل تعاملاتنا بالجزائر ما هي الإصلاحات المبذولة من طرف السلطات العليا للبلاد للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تمس مباشرة باقتصاد الجزائر للإجابة عن كل هذه الأسئلة أسعد كثيرا باستضافة سدى الضيوف من المجلس الشعبي الوطني أرحب بضيفي سيدة عبد السلام بشغة نائب بالبرلمان عن الدائرة الانتخابية لولاية سكيكدا أهلا بكم سيدي شكرا لكم سيدي وكذلك أرحب بالنائب البرلماني من الدائرة الانتخابية لولاية سطيف سعيد حميسي أهلا بكم سيدي أنا بدوري أشكركم عن هذه الاستضافة شكرا لكم سيدي وكالعادة مشاهدين برنامجنا في بلاتوهاتنا دائما يتواجد خبراء اقتصاديون أسعد كثيرا باستضافة الخبير في شؤون المالية والاقتصادية سيد إديغساسي أهلا بكم سيدي أهلا شكرا على الاستضافة شكرا لكم أيضا على تلبية الدعوة بداية صباحة اليوم بمقر المجلس الشعبي الوطني كانت الانطلاق الرسمي للدورة العادية للبرلمان لسنة 2023-2024 سيد حميسي في ظل الحركية الاقتصادية التي تعرفها البلاد ماذا ينتظر المواطن الجزائري اليوم من الناخب المنتخب في المجلس الشعبي الوطني؟ على كل حال سؤال يتعلق بالمجلس الشعبية المواطن الجزائري ينتظر من النيب من بداية العهدة في الحقيقة وليس في هذه الفترة في السنة الثالثة من العهدة البرلمانية ينتظر منه تبليغ انشغالاته إيصال اهتماماته التدخل في بعض لأن النيب مهامه بطبيعة الحال كما هو معروف قانونا هو التشريع والرقب وبالتالي بالنسبة للتشريع كما لاحظت كانت هناك قوانين عديدة مدامنا في حصة اقتصادية على كل حال حتى لا نخرج عن الإطار أو الموضوع كانت هناك مجموعة من القوانين والتشريعات التي ناقشها السيدات السادة النواب والإثراء كما لاحظت في جلسات مطولة وأيضا المصادقة عليها هي قوانين اقتصادية بحتها تصب في مصلحة تحسين الإطار المعيشي للمواطن كيف ذلك؟ لأن كامل متفقون على أنه لا بد من البحث على استراتيجية أو ربما خطة لإقلاع اقتصادي لتحسين الوضع الاجتماعي هذا هو موضوع السعب بالنسبة للمواطن كقانون الاستثمار وقانون العقار الاقتصادي قانون السفقة العمومية هي كلها تهدف إلى تحريك وترت الاقتصاد أو ربما تسريع العملية الاستثمارية التي تصب في الإطار الذي تحدثنا عليه وهو تحسين الإطار المعيشي للمواطن من شغل ومنتوج وأيضا مداخل اليوم رأنا مقبلين على السنة الثالثة من عهد البرلمانية هناك حوالي ربعين قانون ثمانية قوانين كانت مؤجلة من عهد البرلمانية السابقة لا بد أن نتكيف مع المطالب الجديدة للمواطن يعني لما نتحدث مع المواطن حاليا متواجدون مع المواطن يتحدث على الوضع الاجتماعي يتحدث على القدرة الشرائية يتحدث على الشغل يتحدث على بعض الامتيازات التي يراها حقوق الحقيقة وبالتالي المطلوب منك نواب أننا ننخارط أو نقدم اقتراحات أو ربما بعض المبادرات التي تصب في هذا الإطار الذي تحدثنا عليه ربما زميلي موجود في مجموعة برلمانية يترأس مجموعة برلمانية الجزائرية الروسية ترأسه المجموعة البرلمانية الصداقة الصينية الجزائرية ما هو مطلوب منه أيضا تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لما نتحدث عن الدبلوماسية البرلمانية خصوصا خصوصا الجامب الاقتصادي ماذا يمكن لهذه الدبلوماسية البرلمانية أن تساهم به في تحريك واستقطاب الاستثمارات وربما المتعاملين مع القوانين الصادرة كقانون قرض النقد كقانون العقار الاقتصادي وقانون الاستثمار وقانون المناطق الحرة كلها إذا قدرنا نشطوا هذه العملية ربما يكون الوضع الاقتصادي أو الوضع الاجتماعي للمواطن الجزائري في ظروف أحسن أود لكم سيد عبد السلام بشارة سيد حميسي تكلم عن هذه الإصلاحات عن قوانين السنة خلال العام الماضي وشرعت أيضا من خلال المجلس الشعبي الوطني أين نحن من كل هذه القوانين بسم الله الرحيم بداية شكرا مرة أخرى على هذه الاستضافة وأعني أحب بأساتذة الحضور أعتقد أنه لما نتحدث على الحركية الاقتصادية البلد وما أتت به المؤسسة الشريعية وما صدقت عليه من قوانين نلاحظ أنه ليس الإشكال فقط في الترسانة الشريعية التي جاء بها المشاعب الوطني والبرلمان بغرفتين لأنه نلاحظ أنه فيه نوع من أول النقطتين أساسية في رأيي أنه نوع من الضبابية في أي نوع من الاقتصاد نريد أن نتبنى في الجزائر لابد من إرادة سياسية واضحة لأنه أي نوع من اقتصاد ليبرالي حر أو نوع منه مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة كيف يمكن أن نخلق شيء متوازن بين الأمرين لأنه في كثير من الأحوال أحيان الخابر هنا أن هذه النقاط تتقاطع ولا يمكن أن تعمل مع بعض ثاني شيء هو تطبيق آلية تطبيق هذه القوانين نتأسف طبعاً نحن كبرلمان أعطي مثال هنا لتتضاح الصورة على كما قال السيد رئيس جمهوريا مغرب أنه فيه نية وكأنه هناك أطراف تريد أن تضع العصا في العجلة من أجل أن لا يتحرك اقتصاد الوطني لا ندري منهم أو كيف يكون لماذا كل هذا البطء في تفعيل هذه القوانين نعطي مثال قانون الاستثمار الجديد قانون رائع وجميل وجيد هذا تم منذ سنة تقريباً تم منذ سنة بشكل استعجالي مر عندنا في الضورة الأولى في 2021-2022 قلنا فقط ومر بطريقة استعجالية نظر لأهميته من أجل تسريع في تطبيقه ينتفاجأ بعد ذلك أنه بعد سنة من صدور القانون أول يأتي القانون الآخر ويعتبر الأرضية الحقيقية القانون الاستثماري وكيفية منح العقار الصناعي لماذا كل هذه المدة؟ سنة بعد ذلك وإلى الآن هذا القانون هو مهم أيضاً لم يمر في مجلس الأمة هناك أيضاً بعض القوانين الأخرى التي مثال قانون القرد والنقض الجديد وتفعيل الصيرف الإسلامية على الورق موجودة ولكن في إجراءات بطيئة جداً على مستوى البنوك لتفعيل هذه الآليات أعتقد أنه طبعاً أيضاً نقطة أخرى أنه الحركية الدبلوماسية التي قادها سيد رئيس الجمهورية في مختلف زياراته المدنة التي كانت تداد طابعاً اقتصادي بالدرجة الأولى زيارة إلى روسيا زيارة إلى صين وخير دليل على ذلك هو أنه يرافقه دوماً رجال أعمال وفود والخطاب دوماً يكون اقتصادي لجلب استثمارات نرى أن هذه الحركية لم يواكبها يعني حركية داخلية من أجل توفير الأرضية اللازمة لهؤلاء المستثمارين لجلب هؤلاء المستثمارين ضروري نقطة ناسية الاستقرار التشريعي لأنه ليس ممكن يجيك يغامر باستثمار ويغامر بأنه يدفع فلوس عندك وأنت أرضيتك القانونية غير ثابتة سواء قوانين المالية أو قوانين الاستثمار أو نصوصها التطبيقية والتنظيمية لا يزال تروح عند إدارة مش عارف كيف سيطبق هذا القانون لهذا أنا أعتقد أنه لابد من إرادة قوية لأن تطبق هذه القانون على أرض الميدان لابد لأن نعرف الخلال على أي مستوى يتم تعطيل مثل هذه القوانين التي طبعا لها مردود عكسي لما نتحدث على المواطن هذه القوانين ارتدادتها على الشارع أو على القاعدة الجماهيرية تكون على المدى المتوسط والبعيد المواطن لما يتحدث على أنه الشغل بدون استثمار خلق مناصب شغل من الأنفى الصاعدة لا يمكن الاعتماد فقط على الإدارات العمومية تعليم وصحة وغير ذلك من أجل أن نستوعب هؤلاء خاصة خريجي الجامعات بمختلف التخصصات لابد من فتح الاستثمار لابد من خلق شركات وطنية ولا أجنبية ولا مختلطة من أجل أن نمتص أو كتلة كبيرة من هؤلاء الإطارات في هذه البطالة لهذا البروقراطية أو الاقتصاد لا بد أن يبتعد بشكل تدريجي وبشكل سريع على تأثير الإدارة أينما تتدخل الإدارة في شيء ربما من أجل التنظيم يصبح ذلك التنظيم غلق وعرقلة لتجسيد هذه المشاريع أعود إليكم سيدة إدير ساسي الأسد النواب تكلموا عن ربما عرقيل قامت بعرقلة كل هذه المجهودات التي بذلت خلال العام الماضي ما رأيكم في هذا؟ نحن ملاحظين لأننا نتفاعل شخصيا مع المستثمرين المستثمرين كبار جزائريين أجانب هو المستثمر يسحق نعم ما عنده مشكلة مع الإديولوجيات الجزائر عندها نخدم هذا المجال بهذه الطريقة بوضوح فالناس عجبها تأتي لا تأتي لا تأتي ليس خضية فلسفية لأن الاستثمار هو ربحي نأتي ونحن باش نربحه هذا معروف والعالم اليوم بين قوسين لا يوجد إديولوجيا العالم أصبح رأسمالي بين قوسين كل البلدان يرى في السوق وراء تمشي المنظمات إلى آخر فالإديولوجيا لا يوجد هنا فالمشكلة البزنس يعني الاستثمار هو الوضوح الوضوح والديمومة رئيس الجمهورية قال بعثوله مسودة بتاع قانون مشات وعودة رجعت ومشات وعودة رجعت كان يقول لهم احنا لازم لنا قانون قعد عشر سنين لأنه فهم هذا المشكل هذا القانون هذا مشا ببعناه مشاكل تاع القانون المشكل مع القوانين هذه اللي هي محوارية وهيكالية لأنه هذا إصلاح كبير ما هو إصلاح صغير القانون تاع الاستثمار لأنه الاستثمار في الجزيرة كان يمشي ب أردونانس رئاسية من ألف وواحد وكانت فيه قوانين تاع المالية اللي كانت تجي كل خطرة تزيد حاجة وتنقص حاجة وتسعة وربعين وواحد وخمسين إلى آخره ما كانش عندنا قانون كبير يؤثر على المستقر إلى آخره فهذا يعني خدمة يعني جوهرية نعم مشاهد القانون هذا المشكل اللي عندنا ذوك لأنه الانتظار اللي عندنا من القوانين والقوانين التطبيقية ما لابلنا شو شح يكون لأنه المشكل كله في القانون التطبيقي القانون تاع القرض والصرف بتاع البونوك يقول لك لازم لنا بونوك مختصة في الاستثمار هذا يعني تعامل عادي لأنه البونوك طلبوا منهم أنه تدخير والاستثمار لازم نقسمه فيه يعني هذه بازل هذه حوكمة بتاع المجال تاع البونوك داروها وعلى بل نحن بونوك الاستثمار عندها نجاعة أكثر في الاستثمار لأنه لما تروح تستثمار في الزراعة الزراعة راح عندها خصائصها استثمار مدى طويل فيه ريسك فيه بزاف حكاية فكي تكون عندك بونوك تستثمار في هذا المجال عندها ثاني خصائصها أنها هذك المال راح تجيبوا من سناديق مختصة عندنا دي بونك دافير وعلى بل نبلي الاستدان الخارجي ممنوع حتى الضمانات الخارجية ممنوعة لا نقدرش نجي بانك كي يجي صيني ولا الروسي يجي استثمار في البلد على بل نبلي راح يروح للندن يجيب القرض ما راح يجيبوا من خزينة روسيا ولا صين المتعاملين الحقيقيين عندهم تعامل مع الخارج في كل الميادين كين ديون أنا معك نحددها ولكن كين تعامل لوجيك احنا في الميدان تاع الاستثمار كي تكون يعني سياسة تاع بلد وش الناس تفكر يعني كي نروح نقارن مثلا مع سنغافورة الى اخيره الناس تقارن انه يكون فيه توازن بالاستيراد والانتاج بين توازن بين وش مديتنا الزابون ديالي وش اللي بيع لي وش اللي يسالي الى اخيره كان فيه عقلانية العقلانية هادية كانت فيه يعني يعني رغبة كبيرة باش تكون في القوانين الجوهرية ولكن في التكسد أبليكاسيون البونوك للتسيير العقار للمنتج لتع الاستثمار راهي الحالة ماش واضحة كينتا ذبذب وهذا يعني المستثمرين الكبار رام ينتظروا رام ينتظروا ويشوفوا نعم نعم نرجع لكم سيد حميسي رغم كل الخطوات التي قامت بها السلطات حتى اليوم لرقمنة القطاعات إلى أنها تبقى دائما حاجزا يقف أمام كل انشغالات المواطن عبر كافة التراب الوطني مثلا أبسط مثال أنه بطاقة التعريف الوطني البيومترية المواطن مازال حد الآن يقوم بنسخة صورة عنها وهذا شيء غير معقول لأنه البطاقة تحتوي على وليم المفروض يعني بدون القيام بهذا النسخ نروح ربما تحدثت على بطاقة التعريف الوطني نروح لك إلى حدث قريب جدا يتعلق بالدخول جميع نعم فيما يتعلق بالإيواء والإطعام قاموا برقمنة العملية وطلبوا منهم التزديد عن طريق عن طريق البطاقة الذهبية لا قدروا يوفروا البطاقة الذهبية للطالب ولا التطبيقات قدر تحقق الأهداف تها إذن الإشكال مهوش في البرمجة أو ربما التجهيزات أو ربما التقنيات اللازمة لتوفير رقمنة أو الوصول إلى تغطية بالرقمنة في جميع القطاع المشكلة رأي في الذهنية هناك من له رغبة قد تحدث عنها سيد رئيس الجمهورية في عدة مناسبة في مجلس الوزراء كان من بين أهم الملفات التي أصر عليها في أقرب الأجل ولهناك أطراف أخرى لا تخدموا هذه الرغبة لما نقول أطراف أخرى التي ترغبوا في إبقاء الوضعية بالطريقة التقليدية كما كان يقول الأستاذ كبيل تشريع وصلنا إلى تشريعات مهمة جداً رغبة سياسية وأيضاً رغبة حتى شعبية في المضي في هذه الإصلاحات التي هي أساسها الرقمنة لماذا؟ اليوم الاقتصاد في الجزائر بسيطة عامة الأضرار التي لحقت به هي من جراء البيروقراطية والرشوة قالها السيدرة الجمهورية في عدة خطابات في اللقاءات مع السادة الولاد تطرق إليها بدون بكل صراحة بكل شفافية قال إن الإشكال راه موجود في البيروقراطية والتي إن جرى عنها سلوكيات التي تحدثنا لها كالرشوة والمحسوبية وأمور أخرى وبالتالي نرغب في إقلاع اقتصادي قاوي وفي المقابل لا نملك الميكانزمات والآليات التي تواكب هذه الرقمنة وبالتالي نذهب للبيروقراطية أمر غريب جداً خلوا الناس في فطرة معينة نشأوا مصانع بدون رخصة بدون أي ترخيص إلى غاية الانتهاء من الأشغر ولولا الإجراء اللي قام به رخص الاستثنائية للاستغلال نعم لينكر عنا مئات بلك الألاف من المصانع مغلق ولكن هذا حل ضرفي لازم نخرج ثاني من هذا الإشكال هذا على أننا نقوم بإنجاز مصانع بهذا الطريق على هذا الأساس لا بد من ضبط العملية بطريقة لأن المستثمر يجي هذه السلوكية من أحبش الخارط فيها هذه بالنسبة لي تجاوزات وفوضى أيضاً يعني شي غريب جداً يعني أنه يجي ربما عن طريق شركة يلقى كدير مصنع وثيقه غير سليمة أو مثال نقدر المدد مثال المواطن رأى على باله على كل حال يوم رحمة الطالع في اسكيك ده كان هناك استغراب كبير رخصة استثنائية في الفندق تخلص الرخصة الاستثنائية يغلق يعني ما نش ندافع لها لأنني لست من اسكيك ده ولكن حبي ندافع اليوم عن الناس المستثمرين اللي حابين يخدموا وينجوا ولكن رأى مصادفوا البيروكراف تلاقيه يقولك رأى عندي ثلاثين ريزال وضعوا ميلي فلقى ثلاثين تحفظ بالله عليكم كيف يقدر يرفع ثلاثين تحفظ مع انتهى المشروع ثلاثين كوميسيو وكوميسيو تضعوا يدخل حقائق لازم نقولوا بعضنا حقائق صحيح صحيح نحن اليوم رأى مواطن رأى يسمع فينا المستثمر رأى يسمع فينا نخرج شيئا من هذه الخطاب السياسي نحن نتكلم بكم صراحة اليوم كيف تحوصي المستثمر الأجنبي يسمع بهذه السلوكات وهذه الوضعية تفكر بهذه الجزاء لان نسبة المخاطر نسبة الأخطار عفوا نسبة الأخطار تختلف من بلدي لابن هذه الأخطار باش نقلصوها لابد من ضمانات وشي هو الضمانات لانا مفرن للمستثمر سواء أجنبي ولا محلي باش يقدر يدير مصنع ولا يدير اقتصاد وينتج ويكون ألاس نحن عنا تجربة ربما سطيف عارفوها باللي قطب صناعي وتجاري نعم عنا تجربة في سطيف رأى في الوحدة الثالثة بإنتاج إطارات العجلات ورا يصدر حتى البلدان الاتحاد الأوروبي وإلى بريطانيا وأمريكا يعني معنتها حتى المستثمر المحلي بصح لما تتحدث معه ويقول لك والله في عدة مرات فكرت اني نحبت خص الوثيقة هذه خص الإجراء هذا في كل موقع كان يبتزاز وبالتالي هذه السلوكات وهذه تصرفات تعرقل وتفرمل الإقلاع الاقتصادي تحدث عنه سيد الرئيس في عدة مناسبة ولكن قعدنا كامل كالجزائرية نتسألوا ما هي الرغبة السياسية موجودة تحفيز موجود من القيادة السياسية ولكن قعدنا نتسألوا كالجزائريين لماذا لم نستطع تحقيق هذا الإقلاع الاقتصادي نعم وبالتالي الجزائر تملك كل المقاومات كل نصص الشرعية المحفزة من تحفيزة ضاربية جمهوركية يعني ضك المناخ بصفة عامة مناخ محفز ولكن نسبة الأخطار لا تزال قائمة الصينيين نضاء منتدى رجال أعمال نضاء أكثر من 13 اتفاقين نعم شي جميل نتمنى إن شاء الله تترجم على الواقع تترجم على أرض الواقع بالتنسيق معا نفس الشيء اتفاقيات سيادية بلغ 13 اتفاقية في مختلف قطعات وقطعات مهمة جدا كطاقة الشنسية كالنقل لما روحوا اليوم الجماعات المحلية ونشتي تحدث كثيرا على الجماعات المحلية لأنها أي مشروع يجسد في إقليم معين من أقليم البلديات هل الجماعات المحلية اليوم قادرة تواكب بالظروف التي رأي فيها تواكب هذه الأهدف؟ اليوم مشكل صغير مواطن يحبس مشروع نعم هذه حقائق ماذا في التسخيرات؟ وحتى في بعض الأحيان مسؤولين هم يقومون بإيقاف بعض المسؤولين إذن هي أول نوع هو صورة من صور البيراقراطية نعم لما ما نكونوش مسؤولين ونطبقوا القانون ونحاولوا كل واحد يدي حقه مايش راح تمشي هذا الأمر لازم ينخرط الجميع جماعات محلية مستثمرين تروح للمستثمرين يقولك عندي اوتوريزاشون تعمى أني عندي الشر ونستدام لا شيء غريب أمر غريب يتعطي له ويقوله وش لازم يدير أو لا يغير المسار المهمة لما يتحدث لك يقولك عندي رخصة البناء أكثر من سنتين والقانون واضح يقول بعد مدة معينة إذا ما نضط لك فهو سرين فيها ولكن روح يحط يدوسي في المصالح التقنية ما يدير لك لا يزيد ريسيبسيون لش ما تحسبش عن فترة البدارية يعني هناك بيروقراطية داخل الإدارة حقيقة نقولها بيروقراطية داخل الإدارة هي سبب الوصول إلى هذه الوضعية نعم شكرا لكم ممكن نقول له تحرير العنوان تحرير الاقتصاد من الإدارة شكون نقص له في الإدارة هنكونوا صراحين صراحايا شكون هم هي لها التنفيذية نعم إذن يفترض أن مجموعة من الإجراءات ربما تكلف بها هذه الأخرى مدام مدام اليوم المسؤول نزيد الروح إلى أبعد من ذلك اليوم المسؤول يتاهدر معاه يقولك أنا خايف هل الخوف لا يفرمي الاقتصاد؟ هل الرعب لا يعرق الهدف المسطر اللي هو الإقلاع الاقتصادي؟ سيد رئيس الجمهورية متضمانات لكل المسؤولين على أنه لمالحش يجيبه ما يخافش على الكل هذا الخوف نجم عن تصرفات كانت سابقاً كانت مشروعة لبعض المسؤولين نرجع لكم سيد بشرة لو نتكلم عن دائرتكم الانتخابية التي تمثلونها وهي ولاية تسكيكدا السيد نائب تكلم عليها ولاية سياحية بامتياز قطب اقتصادي وصناعي مهم جداً للجزائر حتى على المستوى الدولي لكن المواطن هناك لازال يشتكي من العرقي للإدارية الكثيرة أو ما يسمى بيئة بيروقراطية أيضاً فيه نقص كبير في المشاريع القاعدية الشيء الذي يقف بعقبة أيضاً في وجه النهوض بالاقتصاد وكذلك استقاب مستثمرين الجانب وتوفير مرصب شغل للشباب ما هي الحلول التي تسعون لها كنائب لتحقيقها لولاياتكم هو ما تعاني منه سكيكدا يمكن هي مثال مصغر على ما تعاني منه كثير من الولايات فيما يخص مثلاً المشاريع القاعدية المشاريع الكبيرة أو جلب الاستثمار لأنه هذا إشكال وطني تقريباً وما ينطبق على سكيكدا ينطبق على باقي ولاية الوطن لأنه في الأخير متحد مع مسؤولين محليين سواء رأس الولاية سيد الوالي أو غيرهم مثلاً ننتظرون في قانون الاستثمار وكيف يمكن تطبيقه على المشاريع المحلي لمحاول جلب رؤوس أموال استثمارية خاصة أن ولاية لها مقدرات كبيرة على كل مجالات كما تحدثين سواء صناعية فلاحية غابية سياحية كل ما يمكن أن يستثمر فيه موجود في ولاية مثل ولاية سكيكدا لكن لما نأتي إلى أرضية التطبيق هو ما هو مطلوب من الجماعات المحلية طبعاً الهيئة التنفيذية والجماعات المحلية كل هو خلق الأرضية المناسبة لتطبيق هذه القوانين وفي إجراءات سبقة القوانين التطبيقية التي هي فيما يخص الإستثمار مثلاً هي تعليم من الوزارة الأولى بمسح الجيوب العقارية المتواجدة في كل الولاية في مختلف بلدياتها وإعطاء أي نوع من الاستثمار تصلح قامت بها الوزارة الأولى مع السادة الولادة المستوى وطني من أجل إعطاء خارطة للجيوب العقارية المتوفرة من أجل تخصيصها بعد ذلك في الاستثمار يعني عندها سنة إلى غاية الآن ربما الولاد عملوا خدموا خدمتهم ولكن ينتظرون القانون الآخر للتطبيق نعتقد أنه بالعودة إلى أنه من أجل رفع العرق علىها وتحرير الاقتصاد من الإدارة هو الراكوسي تقصير سلسلة المكاتب الإدارية والإدارات التي بين الفتر الشروط والمستثمر إلى غاية الإقلاع هناك حلقات لا تنتهي من من المحطات ومن الليزافي والآراء كل إدارة عندها رأيي في التجربة السابقة كان الشباك الوحيد هذا في كل الإدارات وموجود حاليا حتى في القانون الحالي إدارة سيطبقوه بالطريقة القديمة ما درناه له هي الآن بالقانون الجالي اللي فوتناها الوكالة الوطنية الجزائرية لترقية الاستثمار هي التي ستتكفل هي سلطة المانحة والمانعة للاستثمار ويبقى الولاة على مستوى محلي يقومون بتطهير المشاريع المتأخرة والمتعطلة من ما كان يسمى الكالبيراف يعني رفع الاحترازات أو إلغاء المشاريع في اللجنة وهذا ما ينص عليه القانون الوكالة إذا لم يعطى لها القانون عطيها الصلاحية ولكن إذا لم يعطى لها هيكل قوي وسائل مادية وبشرية لتطبيق هذا القانون لن تستطيع بدون الإدارة إذا شباك الواحد الذين يتحدثون عنه في هذه الوكالة يشبه شباك الواحد اللي كان بالكالبيراف اللي فيه كل ممثلين الإدارات الحماية المدنية والتجارة والصناعة والبيئة وغير ذلك وهؤلاء لا يقررون يعني يهزوا يعودوا يرجعوا للمديريات هم يسناوا الرد هذه الطريقة لن تقلع بالاقتصاد الواضح يعني أنهم يبقوا في دوامة البيروقراطية ودوامة أكيد لازم يكون عندهم آراء ولكن هذا يجب أن يكون له سلطة القرار بالمنح أو الاحتراز أو رفع الملاحظات بمعنى وفق ما ينص عليه دفتر الشروط أو دفاتر الشروط التي سيتم تنظيمها خاصة بالاستثمار سواء الأجال أو الشروط الهيكلية أو الشروط التقنية إذا لم يتم هذا الأمر الشيء الجديد الذي جاء به القانون والذي سيحد من البيروقراطية أيضا إذا طبقه بالشكل الجيد هو الأرضية الوطنية الرقمنة بمعنى شفافية واضحة أرضية وطنية كل مستثمر في في ولاية الفلانية أخذ القطع الأرضية الفلانية من أجل المصنع الفلاني أو الاستثمار الفلاني ويتم هذا المنح على مستوى يعني أرضية وطنية للتوزيع لتكون هناك خارطة وطنية للاستثمار الرقمنة هي الطريق الأول أو الخطوة الأولى المهمة لقطع الطريق على البيروقراطية يعني كلما لا تتدخل يد بشرية كلما ننقص الأياد البشرية التي تتدخل في منح المشاريع أو في منح الاستثمارات سينقص هامش الخطأ ينقص هامش التجاوزات ينقص هامش الرشاوي والمشاكل التي كنا نعاني منها أما إذا بقي الأمر الشكلي فقط والإدارة تنتظر للإدارة ليس لتعاود للإحتراج وغيرها يكون بخوف هذه الدوامة لا أعتقد أنه هذا القانون سيجد النور هناك نعاود نهضرها أنه أكيد كاين جهات لا تريد الشفافية نعطي مثال على الرقمنا وخاصة في قطاع المالي إلى الآن لا الضرائب ولا أملك الدولة ولا الجمارك ليس رقمنا القضاء كانت إرادة مبيتة لعدم رقمنات هذه نعطي مثال لماذا رقمنات مثلا بطاقة الشفاء في قطاع العمل وماشية وناس كلنا عندها نمر وضف الياصن واضح ونجحنا وعادي يونس كوليد تداوي بها هذي قدرنا نديرها ورقمنا في الضرائب لا نقدرنا نديرها في حين الجمارك مثلا بعض الإطارات كانوا يتحدثون على أن دولة خسرت في سنوات ماضية من كوريا الجنوبية على ما أعتقد وجاب دراسة كاملة لكيفية رقمنات مع بعض التعديلات الخاصة بالجزائر في سنوات ربما عندها 15 سنة الدراسة والدراسة التي قام بها أخداد راهم والداب العملة الصعبة وراح والدراسة وضعت في الرفوف وإلى الآن لا شيء تحضر إذا أردنا أن نرقمنا وضعنا وزارة خاصة بالرقمنا جاء القانون جين بيان سياسة العامة ولابد الحديث على أفاق هذه الوزارة أنه لابد أن تكون هناك آليات عملية قوية من أجل أن ندفع خاصة قطاع المالية إذا ما قدرنا لك أن نرقمنا قطاع المالية الشفافية التي كانت حتى عليها الأستاذ لن تكون سواء في أملاك الدولة أو الضرائب أو الجمارك أو حتى في البنوك إذا لم نرقمنا إذا لم تمس هذه القطاعات سيكون عليها انحكاس مباشر على قطاع الاستثمار وبالتالي على الإقلاع الاقتصادي والحركة الاقتصادية شكرا لك تحدثتم عن القطاع المالي وكان سؤالي للصدفة أيضا حول الجانب المالي من بين الإصلاحات كانت قانونية النقد والصرف لكن ما هي العقبة الحقيقية التي تقف اليوم أمام القطاع المالي في الجزائر وأين هو من الرقمنا؟ قطاع المالي يتماشى مع المحيطة دياله لأنه يصير مخاطر فكي يكون عزوف هو يعتزف كي يكون ديناميكي ديناميكي إلى آخر لأنه عنده مسؤولية يتماشى على حسب المحيط فالأرقام كان فيه روكود في الكوفيد كان فيه توقف يعني توازن بين الاستيراد والإنتاج إلى آخر فكانت بعض البنوك حدثت يعني تعديلات على استراتيجية الماركتينج ديلها شفنا أنه لانديس تاع الديون صحوه لأنه كانت فيه مشكلة سيلولة ومؤخرا عاودوا ورجعوا واحد لانديس هكذا باش يسمحوا للبنو تمدوا المال أكبر إلى آخر أنا بالنسبة للبيروقراطية نتكلم عن البيروقراطية في الاستثمار البيروقراطية موضوع شامل فيه الطلاب في كل مجالة نكتفي نتكلم عن الاستثمار بالنسبة لي نقدر بالك نشارك مقارنة لأنه شفت في بلدان آخرين اللي عملوا سياسات عمومية في هذا المجال هو بيروقراطية كاينة لازم تكون بيروقراطية البيروقراطية الأنغلوساكسونية مثلا هي بيروقراطية ثقيلة جدا ولكن واضحة واضحة المناهج واضحة حتى أن الناس تروح البلدان تسلك محاميين باش يعاونهم لأنه عندهم بيروقراطية لا يجب أن نخيلوا أن الدولة تمشي بيدون آخر نحن نسحق الديمومة والشفافية دولة القانون دولة القانون لازم تطبقوه وما الممثلين وما يعني تشريع فأنتم تتكلموا على تعديل القوانين ولكن بالنسبة لنا يكون قانون هو قانون طبقوه دولة القانون نحن ما عندنا مشكل مع القانون ومشكل اللي كان في الاستثمار اليوم هو الإجراء لأن القانون شفنا كامل رئيس الجمهورية والنواب الحاضرين هنا دافعوا على فكرة التنمية إلى آخر هذا شيء واضح وش يجي من بعد يجي الإجراء أنا بالنسبة لي وش راني نلاحظ الجزائر موضوع الاستثمار ما كانش هيئة نقدروا نسألوها على الاستثمار لأنه ما كانش هيئة تتكلم على الاستثمار كانت في صلاحيات الاستثمار كانت وزارة الصناعة ولوندي كانت في يد لوندي نحاولوندي ولكن الصلاحيات ممدوهمش الـ AAPI قاعدت صلاحيات معلقة شكو نسألوها على الاستثمار اليوم رئيس الجمهورية في المجلس الوزراء يتكلم مع كل الوزراء ولكن ما نقدرش نسأل لنا طرف ما لأنه أنا كنت ندير إجراء لازم الإجراء هذين قدرتوا ندير المونيتورينج وش ما عندها المونيتورينج نتكلم أصحاب المصلحة ونتكلم عليه طبق الإجراء ذيالي نسألهم عندي ست شهر نبعث ناس يروحوا يشوف الإجراء هذا هل هو هل هو مليح ولا مش مليح صحيح وبالنسبة للوش يقولوا للناس نصحح ولكن الهيئة هذه اللي راح تدير المونيتورينج والمساءلة وتروح تدير البراندينج تاع البلاد ولا تروح تكلم منها ولا ولا ما هيش واضحة ما كانش هذه الهيئة هذه ما يقدروش يكونوا قاع الوزراء ولا فهمتني ولا وكالة لأنه هذيك ما تبقى إلا وكالة الوكالة راه في التنفيذ نحن رانا نتكلموا على سياسة عمومية لازم نطلعوا وسياسة العمومية هذي راح تشوفوا شكاين هنا وبسح تشوفوا شكاين الهيئة لأن اليوم الانتليجيونس ايكوناميك لازم نشوفوا شكاين الهيئة ثانية عندي أنا فانسيونال دينفستيسمون راه يشري في شركة هل عنده الاستشراف يشوف شركة طايران الفولانية هل ما راهيش في بلادها مثلا راهي في مشاكل فلازم سياسة واضحة في الاستثمار لازم تكون هيئة معينة تخدم هذه الخدمة وحتى غدوك يكون النائب في البرلمان يقدر يسائلها لأن اليوم راه عندك سلسلة هذه هي بالنسبالي ننظن البيروقراطية بالنسبالي دولة القانون بيروقراطية كاينة النوميريزاسيون في المجال المالي امشيت ولكن جات البيروقراطية حملت لها أنا شوف نعطي لك تجربة شخصية في 2015-2016 كنت وراء لحكاية حوكمة مجال الدفع الالكتروني فلمينا الإزاكتور كرينا جيومونيتيك عن شاطرها يعني جيومونيتيك هو أنه نتكلم على الأخطار التقنية ونعملوا إجراءات بش كيفة نخدمه سمعتنا اللي ياملي فاتوا أنه جيومونيتيك سبح يروح له المتعامل يعملوا خاتم يعملوا ستمب كنت يعني أنا نكلمنا أحنا لعملنا الإجراء هذا هذا راه يسير مخاطر تعبونوك ولا هو يعمل ختم في أوراق الناس متعامل يعني تحول تصبح إدارة وما هوش إدارة ف فورماشيون لازم إحنا الناس هذو ثاني كنخرجوا إجراء بلا ترينينج لازم نروح نعلمه نقعد معاه قال هاو الإجراء هاو وش رانيحوسو هاو المسؤولية الاتصال لا يوجد الهيئة اللي تقدر تعمل لأن الجماعة المحلية يمليح ولكن عندهم ثاني عندهم اللي يميت تتاحهم فلازم اللي دار الإجراء يا أخي يجي لما الناس يتكلم معاه يفهمهم وش كين ولي غدوا خرج منه ولا من كين القانون نرجع لكم سيد حميسيف سبق القريب فقط كان الاقتصاد الوطني رهينة البيروقراتية الرشوة وكذلك البنوك بعد كل الإصلاحات هل يمكن أن نقول اليوم أن الاقتصاد الجزائري يسير على خطة صحيحة في كل حال يجمع هناك يجمع على أن هناك ركود هناك صعوبات هناك عراقيل نعطيك مثال صغير هل هي نفس العراقيل السابقة أم هي عراقيل أخف مقارنة بما كانت في بعض القطاعات أخفه في بعض القطاعات زادت حداتها مثلاً تم تطهير المالي لعدة مؤسسات عمومية على أساس أنه هناك مخطط قدمات المؤسسة في حالة مسح ديونها أو ربما إعادة تفعيل جانبها المالي أنها عندها أهداف توصل لها السلطات العمومية قامت في عدة مرات بمسح تلك الديون وإعادة ضخ أموال لمؤسسات عمومية من أجل الوصول إلى تلك الأهداف التي تم تستيرها من طرف هذه المؤسسة هل هذه المؤسسات مثلاً اليوم إنيام هل لما تم ضخ تلك الأموال في شركة إنيام باش تنتج مواد الإلكترونية وتنافس وتوظف وتوفر منتوج بعقل سعر وجودة وتنفس هل وصلنا لهدف هذا؟ عاودوا وصلوا إلى نفس الوضع اليوم الأموال في إنيام ما مش يسلكوا يعني نفس المشكل السابق الديون زادت عاود رشاد التنافس في الميدان غير موجودين يعني الوبرودوية تعينية ما كاش وبالتالي نعطيك مثال ربما مؤسسات رهي جاية راحات تلحق تلحق لهذه البضعية مثلاً مؤسسات بيسير بدوا أمثلة باش نكونوا عمليين شو مؤسس بيسير كانت أسسها منتجة ومنتوجها ينفس حتى لمنتوج العالمي اليوم المؤسسات بيسير في الوضعية اللي رانا نسمعه رانا نتناقشه مع مسير انتحاء راحين يروحوا قلصوا العمال في عدة مناسبات وعدلوا برودوية تحم ما يمشيش وبالتالي ربما حتى كانت السفقة العمومية يعني قالوا السفقة العمومية تطور مثلاً شركة بيسير عندها صفة إزو يعني تخضع المقاييس العالمية العالمية روبيني تحايدين مثلاً ألف دينار ويروحوا منتجين آخرين يتحصلوا على المحاس ربما مسروق ربما ديشي ويروحوا منتجين بيسير ثلاثمية دينار وبالتالي روح يديري في الكايت شارج مثلاً إنجاز سكانات يديري في الكايت شارج بيسير ممنوع لأنها قانون السفقة العمومية يمنح الفرصة لجميع المنتجين دون تمياز في طبيعة الحال يروح يشري ثلاثمية دينار ثمان إذن هل حافظنا على هذه المؤسسات الاقتصادية العمومية على أنها تزيد التطور ما الشيء تم داثر وشي هي وشي هي الاستراتيجية اللي لازم نديروها هذا هو السؤال اللي بقام تروح عندنا مؤسسات قادرة تكبر وقادرة تتطور نروح لتعطيك مثال صغير ولاية ستيف لما نتحدثوا على ولاية ستيف ولاية تجارية اقتصادية هذا هو المولخ الصغير صحيح أنا نقولك لا الثانية في إنتاج الحبوب الأولى في تسمين العجول الأولى في إنتاج الحليب يعني لازم ننظروا لكل ولاية عندنا تنوع في الوطن تعالى الله يبارك كل ولاية نروح لنهزوا الخصوصيات تحها ونهزوا للمقومات كما كان يقولك بالزميلي لنقدروا نديروه عمليات اقتصادية فيها تكون عندنا بنك من معلومات ومن من 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 إحصاء لنقدروا من خلاله نبنيه هذه الاستراتيجية نحن نستقبله المستثمر أجنابي لماذا نستقبله؟ هذا سؤال محيّر صح؟ لماذا نستقبله؟ وين ديوه؟ وين يجسد هذه المشاريع تعويه؟ يجب لازم توفر بعض المعطيات والوسائل البشرية والمادية التي تخليه يستقر على الفكرة التي نقدمها لك إذن هناك هل نحن رأنا وجدين قانون كيب صعي قانون عقل اقتصادي صدر قانون استثمار صدر كما كان يقول قبيل زميلي ما هي الأرضية اللي نوفرها باش نحميو المنتج الوطني نحميو المؤسسات الوطنية نحاولو ما شي اللي راه مازال في كاسبين ونزيدو نطوروه ونستفادو من الخبرة ومن التجربة ومن التطور اللي راه عايشاته بلدان اللي رانا رابطين معها اتفاقات يعني كما الصين يظهر لي كخيار انتهجاته الجزائر عندنا تجربة في بعض المشاريع السابقة وين لقوا صعوبات تجسيد بعض المشاريع تلقى مدة الإنجاز مدة الإنجاز مثلا شركة تركية لإنجاز منعرجات خراطة اه يعطي منعرجات خراطة كطريق حيوي لو تدنق المدة الإنجاز يعني مشكل كبير يعني راح يلحق أضرار بالمؤسسات المنجئة التي تقوموا بالإنجاز وأضرار أيضا بالنسبة للدولة الجزائرية اليوم لما تحدث مع المكلب الإنتاج الإنجاز يقول لك أناس أضفت المشاكل مشكل فلاني والعريقيل وكذا وكذا وصعوبة في كذا حتى هو ماذا به ينجز أي مشروع اقتصادي ولا استثماري في ظرف الوقت عام الوقت الجزائر عندنا فيه مشكلة عام الوقت نعم هالمدة الإنجاز فعلا نقادرين أن نصلوا لها جميع المشاريع جميع المشاريع نكونوا واقعين جميع المشاريع لم تنجز في أجالها شكرا لكم سيد حميسي نرجع لكم سيد بشغة في آخر سؤال ما هي أنجع طريقة لتحقيق التنمية في كل ولاية في الجزائر وكل ولاية حسب خصائصها والله سؤال هو لازم يعني نفتح له جلسات نقاش خاصة في بعض الأمور لأنه هنا القوانين لما تندير على المستوى الجمهورية هي تندير استنداريزي بمعنى كما تطبق في سكيكدا تطبق في برج باجي مختار كما تطبق في وهران تطبق في الطرف مع مراعات بعض الخصوصيات ولكن بشكل 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 قليل موش بشكل اللازم لهذا نعطوه أمثلة كثير مثلا هناك كثير من المشاريع معطلة أفكرني الزميل في نقاط الأجال من الأجال لغاروتير عند عشرين سنة تقريبا مثلا مستشفى الحروق نفس الشي لأنه لو نطبق عليه القانون لا يمكن يبقى فمثلا القانون الصفقات يقول أنه لا يجب أن يفوت عشرين بالمية على المبلغ التقديري مستشفى نسبة تقدم الأشغال فيه متقدمة ستين سبين بالمية ولكن ما مطلوب منه لاف نوتا قريب ثمانين بالمية أو أكثر أو مية وعشرين بالمية من قيمة المشروع لهذا الولي اللي يجي معناه ما يدير يبقى يتفرج مع المشروع هذا مثال وأمثلة عديدة في مختلف الولايات بمعنى أنه حتى قانون الصفقات اللي عدينا إحنا ككتلة لم نكن راضينا عليه لم يأتي بالشيء الشيء اللي يرقى أنه يغير في بعض الإجراءات صحيح قانون الصفقات جاء باش يحمي المال العام أكيد لابس يكون قانوني وطبق لكن في بعض الأحوال قيل بزاف من ضفتر الشروط اللودياس أقل شيء إذا تحترم الآجال بالطريقة القانونية ولاناب ودير النشر هنا وعاود فتح الدوره أقل شيء أربعة شهر باش ينطلق وما ينطلقش في أربعة شهر لأنه كل إدارة تموت التأشير وكل إدارة يبقى عندها الدوسي هذا ما شاء الله يكان وبعد هذا انت وظهرك ثمانية عام ونص وعلى ربي انطلق المشروع هذا ما ينص عليه القانون لأنه لازم يطبق لم يأتي بتغيير جدري المأمول لأنه كما قال الأستاذ نحن نديرهم نطبقهم بس عاك نشوفوا التغارات المراجعة تكون من أجل تلك التغارات من يرفع هذه من يطبقونهم اللي يشوفوا بلي كالتغارات أنا حتى وليت نايب باش عط نعرف هذه الأمور لأنه أنا مش اختصاصي هذا الشيء لكن المواطن يقول لك درامكين ولمشروع ما نطلقش لكن المشروع هذا لازم إجراءات انت بس هاو جلو هذا نديروا الطريق هذه باش ندير هنا وندير له نوص ويعاود والصفقة ونولي وما هوش أغري أغري لأنه المبلغ زايد اسبرت من الشهر إذا الدفتر الشرط فيها غلطة معاود لها بروسيدير من جديد أزيروا وسيده كان رئيس بلدية ويعرف هذه الإجراءات ومواطني يبقى يسنة لهذا باش نقدر لازمها مراجعات هيكلية الأستاذ حكاه بشكل كبير على أنه لما نحكو على بشكل وطني القوانين الهيكلية الكبيرة كما قانون الاستثمار وقانون مهم ربما مش رح يكون المرضو تعوف المدى القريب لكن على المدى المتوصل البعيد إن شاء الله إذا لم يعرق الواطب بقى بالشكل المأمول راح تكون عنده تبدأ بان ثماري ولكن نخشى ما نخشى أن تتغول إدارة والبيروقراطية على مثل هذه القوانين ونجد أنفسنا لنزال نراوح مكاننا وهذا ما لا نتمنىه طبعا لبيلدنا شكرا لكم الوقت في عجالة القانون منح الفرصة للسادة النواب بعد سنة لتعدي القانون فلنتحر بعد سنة أي ثغرة أي ثغرة تسجل نقوم بتعدي إن شاء الله نرجع لكم سيد إدير ساسي في كلمة ختامية وفي عجالة أيضا في الختام هل يمكن حقا تحرير الاقتصاد الوطني من العرقين البيروقراطية بكل صراحة الاستثمار الاستثمار يتابع القانون لازم يكون فيه وضوح لازم تكون فيه ناجاعة لأنه شفنا البرامج التي تسطرها الحكومة تسعين مليار إلى آخر وخلاص العام نلقاوهم ما استثمروش ثلاثين بالمئة كان مشكلة عن ناجاعة ناجاعة قلت لك أنه قضية الاستثمار ما عندهاش مساءلة ما كانش طرف ما هو مسؤول على الاستثمار في الجزائر الاستثمار المنتج نظن القانون الذي يمشي ومد الوكالة هذه العقار الاقتصادي لآخره لـ المركزية في الاستثمار ستكون مشكلة اللا مركزية كامل فيها ثاني مشاكل كان مقارنات الصين المانيا الولايات المتحدة المستوى الفيديرالي المستوى للآخره عندنا ترتيب في الجزائر في القانون كي نمدوا لزافونتاج رتبنا الاستثمار هاو اللول هاو الوسطاني هاو الاخير اللول يكون على المستوى المركزي الولائي يعني الترتيب هذا بش يكون فيه ترتيب على الصلاحيات ره كاين في القانون فصلاحيات لازم تكون لها مركزية لبعض المشاريع المحلية مشاريع الكبرى يمشيوا حتى الوزير الأول مش مشكلة ولكن أن نمدوا الوكالة وحدة كل صلاحيات في كلش هذا موش معقول شكرا لكم سيد إدير ساسي أكيد أشكر كل الضيوف الذين حلوا معنا اليوم في بلاتو اليوم من برنامج متابعات مشاهدين بهذا نصل إلى نهاية هذا العدد من برنامج متابعات الذي يأتيكم على قناة الاقتصادية الأولى متابعة طيبة رفقة باقي برامج القناة صهرة طيبة إلى اللقاء اشتركوا في القناة